في هذا الدرس ودروس القادمة رح نشتغل على الفرقات باسورد وريسيت باسورد أفتح اللاگين بيج على سبيل المثال أنا مستخدم في هذا الموقع ونأسي باسورد مالتي أقدر أضغط على هذا اللينك يفتح لي صفحة الفرقات باسورد أخلي الإيميل مالتي هنا من أضغط على السابمت لازم يرسل للينك إلى الإيميل مالتي ومن أضغط على ذلك اللينك لازم يفتح لي صفحة الريسيت باسورد وطبعا إحنا عدنا الريسيت باسورد بيج أجي هنا في اليوريل أكتب ريسيت باسورد واضغط على انتر لاحظ عندي ريسيت باسورد بيج طبعا رح نفتح هذا البيج من خلال الإيميل هذا اللي نريد نعملها في هذا الدرس والدرس القادم في هذا الدرس رح نشتغل في الباك انت وفي الدرس القادم رح نربط الفرونت انت مع الباك انت يعني نربط الريسيت باسورد وأيضا الفرقات باسورد بيج إلى الباك انت فنجي ونعملها في الباك انت أول شي أجي إلى يوزر موديل هنا أنا في يوزر موديل أريد أضيف اثنيا validation function أعمل copy من هذا control c login وأجي هنا أعمل paste أغير الكمنت إلى validate email والاسم إلى validate email أمسح هذا الباسورد هذا الفنكشن يعمل validation على الإيميل مرة أخرى أعمل copy من هذا login control c وأنزل تحت هذا الvalidate email validate new password أيضا هنا أغير الاسم إلى validate new password أمسح الإيميل وأخلي الباسورد ولازم نعمل export لvalidate email وvalidate new password كملنا الشغل في اليوزر أسد اليوزر أعمل new controller وأسمي password controller أقدر أعمل copy من بعض الأشياء من auth controller أعمل أعمل copy من كل هذا ctrl c وأخليه هنا في password controller وأعمل copy لهذا الدكومنتيشن ctrl c وأسد الauth controller وأخلي الدكومنتيشن هنا طبعا اليوزر أحتاجها ولكن الvalidate register وvalidate login ما أحتاجها أمسحها أريد الvalidate email والvalidate new password اللي كتبناها والباقي الأشياء نحتاجها البكريبت والverification token والكريبتو والسند email لأن نريد نرسل email أنزل الدكومنتيشن 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 الخطوات اللي لازم نعملها الخطوة الأولى الخطوة الثانية بعدين الخطوة الرابعة الخطوة الخامسة الخطوة السادسة الخطوة السابعة الخطوة السابعة هذا الكنترولر ياخذ الإيميل من المستخدم وأول شيء يعمل على الإيميل وبعدين ناخذ اليوزر من حسب الإيميل ونشوف هل هذا اليوزر موجود أم لا بعدين نعمل 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 ونخلي اللينك في HTML template ونرسل إيميل إلى المستخدم وآخر شيء نعطي جواب إلى الكلينت فأول شيء نعمل كتبنا أكتب هنا كنست error يساوي validate إيميل هذا ولازم أعطي الـ request dot body وأعمل check if error return response مع status code 400 dot json مع message error dot details index رغم صفر dot message هذا الvalidation بعدين ناخذ اليوزر من الdatabase وأيضا نعمل check على اليوزر conus user يساوي await user dot find one ناخذ اليوزر حسب الإيميل والإيميل موجودة في request dot body dot email بعدين نعمل check على اليوزر if no user return response مع status 404 مع message user with given email does not exist يعني نعمل check على اليوزر لازم اليوزر يكون موجود في الdatabase إذا كل شيء يكون أوكي رح نرسل email إلى المستخدم أول شيء لازم نعمل verification token let verification token يساوي أول شيء نعمل check في الdatabase ونشوف هل هذا اليوزر عنده verification token أم لا فأكتب await verification token dot find one الverification token عنده اليوزر id فأكتب user id وأعطي اليوزر dot id الverification token عنده اليوزر id كproperty وهنا عندنا اليوزر واليوزر عنده id حسب يوزر id راح يروح يبحث في الdatabase ويجيب لنا الverification token اللي ينتمي الى هذا اليوزر إذا ما كان موجود verification token لهذا اليوزر راح نعمل new verification token أكتب شرط if no verification token verification token يعني هذا الverification token يساوي new verification token ويريد مني اليوزر id والتوكن اليوزر id أعطي user dot id ويريد مني التوكن والتوكن crypto dot random bytes أعطي 32 dot two string هذا الشكل إذا اليوزر كان عنده verification token هذا الif ما راح تشتغل وإذا ما كان عنده فرح نعمل new verification token على من نعطي التوكن لل link فأنزل الخطوة الرابعة نعمل new link conos link يساوي backtick http localhost 3000 لازم نعطي لهذا link مسار في front end طبعا المسار يعني شنو هذا خلي أجي إلى ال reset password هذا لازم نعطي ال reset password page طبعا المسار راح نغير ها ما راح نخلي مجرد reset password راح نخلي user id والتوكن في هذا المسار فأجي وأكتب هنا reset password user id وبعد أريد أعطي التوكن فأكتب verification token dot token هذا الشكل كتب نا link جميل هذا link مالتنا domain reset password user id والتوكن بعدين نعمل ال html template canast html template يساوي backtick tag anchor ال href يساوي double quotation وأكتب ال link وأكتب هنا click here to reset your password هذا html template سويتها simple إذا تريد تخلي أكثر كتابة أو html element فأنت برحتك وإحنا لازم نرسل email فأكتب await send email يريد مني user email أكتب user email بعدين يريد مني subject أكتب reset password ويريد مني آخر شيء html template وآخر شيء نعطي جواب إلى المستخدم response مع status code metian dot json مع message password reset link send to your email please check your email or check your inbox أي message تقدر تكتب هنا كيف ك controller لازم نكتب ونكمل ها فأعمل copy من هذا documentation ctrl c أصد هذا الكنترولر جواها ctrl v وانزل هذا رح يكون get reset password link المسار api password reset password user id و token كparameter المثل طبعا get will access public module dot export dot get reset password link controller يساوي async handler async request response وأول شي لازم ناخذ ال user من ال db عدنا ال user id في url وأيضا عدنا ال token يعني لازم نعمل check على user id و ونشوف هل هذا user موجود أم لا وهل عدنا هذا ال token أم لا فأكتب هنا كنص user يساوي await user dot find by id أعطي request dot params dot user id اكتب if no user return response مع status code 400 dot json مع message invalid link فجوه هذا شوي أنزل const verification token يساوي await verification token dot find one أريد يجيب لي ال verification token حسب user id وال token التoken نأخذها من ال request dot params dot token هذا الكوري يروح لل database ويبحث عن verification token اللي user id مالت هذا ال id وال token مالت هذا التoken اللي أخذناه من الparams وأيضا نكتب شرط هنا أقر أعمل copy من هذا ctrl c وأجيبها هنا ctrl v if no verification token أعطي هذا المسج إلى المستخدم وأعمل return وإذا كل شيء كان أوكي يعني ال verification token وال user أوكي نعطي response مع status code 200 json مع message valid url يعني المستخدم بعد ما يفتح ال reset password page من الإيميل مالت هذا ال controller رح يشتغل ورح يعمل check على user والverification token إذا كل شيء كان أوكي في front end رح نسمح المستخدم يغير ال password مالته لازم نكتب أيضا controller ل reset password ف أسد هذا أعمل copy من هذا ctrl c وجواها نكمل ال back end على مو نشتغل على front end في الدرس الغ هذا description reset password والمسار api password reset password user id token نفس المسار ولكن المثود post وال access public module dot export dot reset password controller يساوي async handler async request response أول شي لازم نعمل check على password لأن في هذا controller رح ناخذ password من المستخدم لأن المستخدم يريد يغير ال password مالته أقدر أعمل copy من هذا controller من ه أعمل copy من ال validation will get user from the db ctrl c أست هذا ال controller وأنزل هنا ctrl v هذا comment أم صح ال validation هنا validate new password لأن هنا عندنا password بعد ين لازم نعمل check على ال user أم صح هذا user dot find by id وال id أخذها من request dot params dot user id عدنا في url user id بعد نعمل check if no user أرسل جواب إلى المستخدم status code 400 مع message invalid link بعد لازم نعمل check على a token token a token نعمل url anzl canast verification token usawi await verification token dot find one user id user dot id with token request dot dot params dot token بعد لازم نعمل check على token أعمل copy من هذا ctrl c if if no verification token ارسل هذا الجواب للمستخدم جميل اذا اذا كان كل شيء اوكي نعمل check if not user dot is account verified اذا الuser ما عامل account verification راح نعمل verified active user dot is account verified يساوي true بعد شنو لازم نعمل hash او تشفير للpassword و نخذ الpassword في الdatabase const salt يساوي await بcrypt dot generate salt اعطي رغم عشرة const hashed password يساوي await bcrypt dot hash request dot body dot password و اعطي salt و هذا الشكل نعمل تشفير للnew password بعد اكتب user dot password يساوي hashed password بعد نعمل save للuser و اخر شي await verification token dot remove نمسح الverification token و اخر شي نعطي جواب الى المستخدم مع status code 200 dot json مع message password reset successfully please login في reset password controller الخطوة الاولى عملنا validation على new password لان المستخدم رح يرسل password في request dot body لازم نعمل validation بعد ناخذ الuser من database وعدنا الuser id في url ونعمل check للuser اذا اذا كان كل شي او نعمل check على الverification token ناخذ الverification token من ال database حسب الuser id وال token وبعد نعمل check اذا كل شي كان او او اهنا كتبنا شرط if user not is account verified سوي verified بعد شنو لازم نحفظ الnew password في database لان اهنا عدنا password لازم نعمل hash للpassword نعمل hash للpassword مع bcrypt package اول جي generate salt وبعد نعمل hash للpassword وعدنا اهنا الhashed password بعد user password يساوي hash password يعني اهنا نغير الpassword ما لليuser ونخلي new password بعد نعمل save للchanges واخر شي نمسح الverification token ونعطي الجواب الى المستخدم جميل لازم نكتب route لهذا الcontroller اهنا في routes اعمل new route وسمي password route js بهذا الشكل conus router يساوي require require express dot router بعد ين لازم نعمل export لل router وقبل ما انسى ctrl p app js الapp js في back end لازم ننضيف الpassword route الى routes فهنا اكتب app dot use api password و لازم اعطي ال password route فاكتب require routes password route بهذا الشكل خلينا الpassword route اهنا اصد الapp وعدنا شوية شغل اهنا في password route اول شي اكتب comment api password reset password link router dot post المسار reset password link ولازم اعطي send reset password link controller اكتب send reset password controller سوالي auto import الcontroller اللي كتبنا طبعا انا يعجبني اخلي router control x فوق كل الكود اهنا اخلي واخلي هاد جواها وبعد شنو عدنا عدنا get reset password و reset password controller اعمل copy من هاد control c وجواها api password اهنا المسار تختلف reset password user id token هاد راح نكتب ها بغير شكل router dot route المسار reset password user id token dot get في الget اعطي الget reset password controller وبعد عدنا الpost وفي وفي reset password controller سوال auto import شوية نزل هادا جميل كتبنا كتبنا الroutes وكملنا الشغل في الback end قبل ما انهي الدرس اجي الى password controller هنا في ال send reset password link controller هنا عندي ال link هذا لو اخلي هذا الدومين في dot env رح تكون افضل فاعمل كاتل هذا control x control p افتح dot env هنا واكتب هنا client domain يساوي هذا http localhost 3000 التالف اعمل copy من هذا control c اسدل dot env واجي هنا في controller واخلي هنا active process dot env dot client domain بهذا الشكل control c عدنا اثنين link ايضا في الاث اللي كتبنا في الدرس السابق ctrl p افتح auth controller اهنا عدنا الرجيستر ايضا اهنا عندي الdomain امسحها واخلي process الprocess env client domain وانزل في login اهنا ايضا اغيرها بهذا الشكل كود مالتنا اصير مرتبة اكثر وبعد يمكن في المستقبل نغير الdomain رح نغير الdomain في مكان واحد في dot env وهنا تلغائيا راح تتغير الdomain كملنا هذا الدرس شكرا جزيلا لكم واراكم في الدرس الغادم اشتركوا في القناة